ونقف مع زاوية حديث المدينة للكاتب أستاذ عثمان ميرغني والتي جاءت هذه المرة بعنوان مهم وعاجل يتدر أستاذ عثمان ميرغني هذه الزاوية بالقول الإساءة العنصرية ليست فعلا محدودا بين اثنين أو ثلاثة في سياق الشكلة أو عراق شخصي هي جريمة عابرة للحدود الشخصية لتضرب النسيج الاجتماعي السوداني كله ولهذا تتطلب معيارا مساويا لها من العقوبة الجنائية مولانا وزير العدل مطالب اليوم قبل الغد بأعداد مشروع قانون لتجريم أي ممارسة تقع تحت تصنيف عنصرية لوظا أو نصا أو رسما أو صورة ثابتة أو متحركة والأفضل أن تعامل الإساءة العنصرية باعتبارها جريمة أمن دولة لأنها حقيقة تهدد الأمن القومي بمعاناة الحرفي بمعناه الحرفي المباشر يتابع عثمان الغني بالقول للأسف المقيد تفيض وسائط التواصل الاجتماعي بتناول عصري صريح أو تلميح ولا تجد ما يقابلها من المحاسبة على الأقل من باب الحرية مقابل المسئولية ويردف عثمان بقول انتشار الوسائد الحديثة أتاح للجميع فرصة التعبير الحر والنشر المباشر في مطاق واسع وهذا إيجابي من زاوية رفع مناسيب الحوار والمشاركات الشعبية لكن بالمقابل فإن كثيرا من النزوات العدوانية تجد طريقها عبر هذه الوسائد لتجعل منها أسلحة دمار شامل المجتمع يختم عثمان كما هو مطلوب من وزير العدل سن هذا القانون فإن الإعلام مطالب بالتضامن في حملة كبرى للتجريم العنصرية هي معركة لا يمكن تأجيلها أو التهون فيها معركة يجب أن تبدأ اليوم ترجمة نانسي قنقر